السلام أحبابي تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين الأقدام والجداد تنتمنى أحبابي قبل ما نبدأ ونصلي وكاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي معنا صيغة من الطاقة الإيجابية بالبزطام الحمر كيفاش غادي نتعرف على المحفظة الحمراء لي تقولوا جدابة للمال ولكن أنا تنأمن بالطريقة الربانية الناس للطاقة تقولوا المحفظة الحمراء تجلب المال ولكن بعد الناس أخرين تقولوا الطاقة الإيجابية في المحفظة الخضراء ولكن احنا عدنا واحد طاقة هي الطاقة الربانية الطاقة اللي نقدر ناخد آية من القرآن الكريم نتبرك منها نداوم عليها في القراءة القرآن نحاول أنني نحطها في قليل من الملحة ونضعها في المحفظة ديالي ولكن المحفظة الحمراء طاقة أصلها لون ديالها جداب للمال ولكن الصدقة هي الطريقة الوحيدة لجلب المال بقوة والقرآن الكريم لأن الصدقة قد ما أعطيسي الصدقة ربي تعطيك وتيزيدك في الخيرات ديالهم كيف أجلب المال إلى المحفظة ديالي غادي ناخد واحد الورقة ديال الرند ونوضع معها سبع حبات ديال السنوج وغادي نقرع لها سبع مرات إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وغادي نوضعها مع المحفظة ديالي المحفظة تقدر تكون بنية تقدر تكون خضراء تقدر تكون حمراء ولكن الداخل ديالها خاصة يكون نظيف أوراق ما يكونوش عبتيين يكون منظمة هي الطاقة الإيجابية خاصة تكون منظمة ولكن الورقة القرآن سنحافظ عليها تنديرها في واحد البابي ألمنيوم لأن هذا الورق ديالبابي ألمنيوم هو طاقة تحمي هذه القراءة القرآن لقريتي على هذه المكون وحطيتيه معاك لجلب المال وطرد النحس من المحفظة وكي هنا واحد الآية غادي تكتبوها وتوضعوها تكتبوها بأي قلم بأي قلم وتحطوها مع المحفظة ديالكم أول حاجة غادي تاخدو قلم أخضر أم أحمر أم أزرق مهم وغادي إن شاء الله تقرأوا هذه الآية سبع مرات وغادي تكتبوها في ورقة بيضاء بدون سطور وغادي تحطوها معاكم في المحفظة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره صدق الله العظيم هذه الآية تكتبوها وتوضعوها في بابياليمنيوم وتحطوها في المحفظة ديالكم أما المحفظة الحمراء هي مميزة في اللون ديالها أي واحد أعطيسي يختار المحفظة غادي يختار اللون الأحمر لأن اللون الأحمر جداب من طبعه جداب أما اللون الأزرق هو تهدروا عليه في الطاقة أنه ديال إسراء بتيخرج المال وما تدخلش المحفظة الزرقاء هي غير للصرف فقط ليس تبقى عندك الفلوس مركزين في المحفظة تصرفوا بقوة إذن الناس اللي باغين يتعرفوا على المحفظة الحمراء سر ديالها يحاولوا أنهم يديروا القرآن الكريم فيها ولو تشرع حمراء تقرع لها القرآن الكريم أو تقرع لها صورة الواقعة وتبدأ تهز معك هذه المحفظة لأنك أعطيتها واحد طاقة ربانية أو طاقة قرآنية فعلا الشياطين ولو يكونوا إنه基ائج